بعد 11 عام من وصول الأرض لل7 مليارات نسمة يعني ايه؟ يعني عدد سكان الأرض 7 مليارات نسمة فالناس دي اللي عايشة على الأرض كلها وصلت بقى طفلة بريئة لطيفة فليبينية فينس ووصلت للكوكب ده فينس يعني لما وصلت ايه الإفادة؟ ان هي خلت عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة طبعا الطفلة دي هتفضل طول العمر الرقم 8 ده مرتبط بيها وحتفضل يقولولها انتي يعني صاحبة 8 مليارات نسمة انتي اللي كملت العالم استغرق الأمر ده انت شايفين دي صورة الطفلة اللي موجودة في الفليبين والحقيقة النهاردة يمكن كل الوكالات والأنباء بتعلق على الصورة دي استغرق الأمر ده 12 سنة علشان يتم إضافة مليار شخص إلى عدد سكان العالم وكان ده من المقرر وفق تقديرات الأمم المتحدة انه عدد سكان العالم كان هيصل إلى بعد 15 عام فقط إلى أكثر من 9 مليارات نسمة مشيرة إلى أن الهند بتتفوق على الصين من حيث التعداد يعني السكان وبعدين تريها الصين وتعداد السكان بتاعها زي ما انتم عارفين بلغ مش عارفة الرقم 20 آه 2064 ده رقم سنة 2064 حيبقى كان بقى حيبقى مليار وسبعة يعني عند سنة 2064 تعداد الصيني حيبقى مليار وسبعة ده رقم كبير جدا الصين نمرة 2 ومصر هي نمرة 1 عربيا طب أنا لما أعرف الأرقام دي مصر طبعا عدد سكان فيها كبير أتبست ولا ماتبستش هو أنا يعني يعني الطاقة السكانية لما تبقى كبيرة وانت عندك اقتصادي وليها أهلا وسهلا لكن لما تبقى عندك عدد سكان كبير والطاقة الاقتصادية والاستيعاب عندك أقل يبقى أكيد لازم ننتبه ونحاول أن احنا طول الوقت نشتغل عليها ده اللي حيرجعني للخبر الأول زي ما قلت لكم كان نفسي أن الدولة والناس والشعب اللي بيشتغلوا والناس اللي بتتعب تاخد أجازة لكن الأجازة تعني في مصر مزيد من العمل كل يوم لازم نشتغل أكتر وأكتر وأكتر علشان نقدر نعدي الأزمات اللي احنا بنشوفها موجودة طول الوقت في العالم ترجمة نانسي قنقر